السلام عليكم إخواني وأخواتي الكرام أعزائي متتبعي سلسلة تعلم اللغة الألمانية من الصفر إلى الاحتراف درسنا اليوم الدرس الثالث عشر من هذه السلسلة وهو يتمحور حول المفعول به أو ما يصنع عليه أيضا بحالة النصب باللغة الألمانية وهو دا تاتيف تاتيف وهذا الدرس الذي يشكل عائق بالنسبة لكثير من الناس وهو درس صعب نحتاج لوقت كثير أو وقت طويل حتى نتمكن من هذا الدرس إخواني الأخوات إذا شاهدتم معي هذا الفيديو وهذا الدرس إلى الآخر فأنا متأكد مئة في المئة أنكم ستفهمون هذا الدرس جيد جدا إذن سنبدأ على بركة الله أول شيء بالتعريف تعريف داتيف أو حالة النصب الداتيف هو حالة من حالات النصب في اللغة الألمانية وحالة النصب هذه تختلف عن حالات النصب الأخرى حيث أنها تعتمد على أفعال معينة أو حروف جر سأشرح لكم هذا التعريف هنا قلنا أن الداتيف هو حالة من حالة النصب في اللغة الألمانية حالة عادية كالأكوزاتيف والجينيتيف أكوزاتيف سبق واسترقنا إليه في درس سابق والجينيتيف سنسترق إليه مستقبلا إن شاء الله لكن الاختلاف في هذه الحالة الداتيف أنها تعتمد على أفعال أي عندما يكون لدينا فعل من أفعال التي يعطينا الداتيف فيجب علينا أن نصرف آدات التعريف أو آدات التعريف أو ضمائر الملكية أو ضمائر الملكية لأنه يضرع تغيير على هذه الأشياء أدوات تعريف معرفة أو غير معرفة وضمائر الملكية هي التي تستغير في حالة الداتيف عندما يكون لدينا أفعال معينة التي هي التي تتجاوز ستجعصرة فعلا وأيضا عندما يكون لدينا حروف جر أي بعض الحروف جر ليس كل حروف جر فتعطينا حالة الداتيف الآن سنتعرف عن الأفعال التي تعطينا حالة الداتيف لكن عندما نقول هذا الشيء لهذا الشخص لا يمتلكه لا أعرف باللغة العربية بالضبط لكن عندما تقول هذا الشيء لفلان تهرن وهي ينصت غاتوليغن تهرن هي ينصت لكن تنصت بتركيز عندما يكون الأستاذ يشرح الدرس وأنت مركز معه وتسمع فهذه تعني تهرن وليس هرن كما تسمع أي شيء عندما تكون موسيقى أو أي شيء تكون تسمع وأنت لست مركز معها هذا الفعل تسوب وهي تكون مركز مع الشيء غاتوليغن وهي يهنئ وهي نصدق أن نقول يتماشى أو شيء بهذا القبيل عندما يتقول عندما شخص يقوم بتقييس سروال أو أي شيء تسأله هل هذا الشيء هل هو يناسب يناسب اشتهن أيضا يناسب كما لاحظتم هنا عندما تكون لدينا اس بعدها تي فننطقها بش بشين وعندما تكون لدينا أيضا اس ومراها بعدها بي مثال شبخيشن فأيضا تعطينا تقرأ شين وليس اس شتيهن شماكن شماكن وهي يتدوق أو نستطيع أن نقول يتدوق تدوق هذا الشيء أو عندما يكون لدينا عندما تقول هل هذا الشيء لدينا بالنسبة إليك أو مثال كهذا المثال لا أدخل اللغة العربية أعتدر لايتون وهو شيء عندما يتألم يتألم فيهتون هو شيء فيك مثال جرح أو أي شيء ويعطيك الصداء فهذه هي فيهتون فيل وهو ينقص ينقص كشيء شاد وهو مثال يخرب نصدر أن نقول له مثال تخريب أو يخرب ولدينا فولب وهو يتبع فولب هو يتبع إذن هذو كانوا هما الأفعال التي تعطينا حالة الضاتيف كما قلنا أفعال وحروف جر الآن سنشاهد معا الحروف التي تعطينا الضاتيف حروف الجر التي تعطينا الضاتيف أب وهي ابتداء بالنسبة لناس اللي عندهم مشكل في حروف الجر ففي الفيديو السابق ستطرقنا فقط إلى حروف الجر وأعطيته كثير من حروف الجر لأن هذه الحروف هنا الثمانية أو التسعة فهي فقط مع الضاتيف التي تعطينا الضاتيف أب هي ابتداءً أو سهي من باي عند مت مع ناخ إلا زايت من فون أيضاً من وتسو هي إلا هنا كتبتها مرتين تسو هي إلا هنا كتبت لكم بعض الحروف الجر لأنه يوجد حروف الجر تعطينا حالة تسبتاتيف وفي بعض أحيان أيضاً تعطينا الأكوزاتيف هنا الحالات التي تعطينا فيها الضاتيف هي إذا فقط إذا كانت الجملة تعبر عن حالة وليس وجهة مثال هنا إن فبعد الناس يسمعون إن ويقولون دائماً تعطينا الضاتيف مثال إن أنا في المدرسة هذه تعطينا حالة وليس وجهة أصبحت لنا هنا طبقنا عليها حالة الضاتيف لكن إذا قلنا إيش غيه إن دي شول فهذا سيعطينا أكوزاتيف لأنها وجهة أنا ذاهب إلى المدرسة هذه ليست حالة ولكن ذاهب هي في نفس الوقفة هي حالة لكن تعبر عن وجهة أنا ذاهب إلى المدرسة إذا هما هلو حرف الجر أوف وهي على أن وهي أيضا تعني على لكن مع الأماكن التي توجد بها ماء أو نقول أيضا لا تكون لا تكون على الشيء فوقه بل بجانبه أو في شيء كبير مكان كبير ليس مغلوق ثم مثال نقول أمبانهوف إيش بين أمبانهوف هي أنا في محطة القطار محطة القطار فهي ليس مكان مغلوق هي تقريبا مثال إن لكن إن أنا في يكون مكان مغلوق وأن لا يكون مكان مغلوق أنت وهي تحت أنت وهي خلف نبن وهي بجانب أوف هي فوق لكن ليس بتماس هي تقريبا أوف هما تقريبا من مماثلان لكن أوف نقولها عندما يكون الشيء فوق شيء محطوط عليه مثال الحاسوب على الطاولة ولدينا أوف وهي فوق مثال المصباح فوق رأسي عندما تكون في الغرفة ويكون المصباح تماما فوق الطاولة فهو فوقها لكن ليس عليها هنا على الشيء وهنا فوقه سبيشن وهي بينه وفوق هي منه منه أو قبله تعطينا أيضا قبله أو منه إذن هنا سأعطيكم حالة الضاتيف بالنسبة للآتكل كما قلت لكم للآتات التعريف فالضاتيف نطبقها على أدوات التعريف المعرفة وغير المعرفة وأيضا على القنوم أيضا الضمائر أو أدوات الملكية إذن هنا كما تلاحظون معي أدوات التعريف المعرفة بالنسبة للمذكر هي دا كما نعلم جميعا هي دا تصبح دم وفي المحايد تكون دس تصبح أيضا دم فمنينم تكون دي وتصبح داغ وفي الجمع تكون دي تصبح دن دن مثالك الماسكولين في الأكوزاتيف يصبح أيضا دن هنا الأنبيش تعمل تعتقل وهي أدوات الإشارة الغير معرفة تكون لدينا عين في الماسكولين في المذكر تصبح عينم وتكون لدينا في المحايد عين تصبح أيضا عينم في المؤنث عين بي تصبح عينم وفي الجمع لا شيء لا يكون شيء مثالك الجمع بالنسبة ل في النوميناتف أيضا فيكون لا هناك لا شيء فقط في المعرفة تكون دي في الغير معرفة لا يكون شيء وهنا لدينا دي بخونومن داتف في البخونومن الدمائر أو في دمائر الملكية هنا كتبت لكم البخونومن دمائر في النوميناتف كي تفهموها جيدا إيش دو أر 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 زي أس فير إر زي زي هنا في الداتف بخونومن وتعطينا إيش تعطينا مير دو سعطينا عندنا هنا المذكر المحايد والمؤنث عندما يكون لك مذكر وهنا فهي مطابقة مع إيش أي أنا يعني نقول لدي ليس لدي فهو لي فنقول ماينم ماينم عندما يكون أيضا نوردخم يكون محايد فنقول أيضا ماينم لكن عندما يكون مؤنث فنقول ماينم سنعطي إخواني وأخواتي أمثلة أسفل الجدول سيكون أمثلة لا ماينم هنا بالنسبة لك أنت فنقول دير وفي ضمائل ملكية نقول داينم عندما يكون مذكر عندما يكون محايد أيضا داينم عندما يكون مؤنت نقول داينم بالنسبة له هو نقول زاينم 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 بالنسبة لها هي نقول إيغم بنسبة للمحايد فهو مثال المذكر فهو مثال أنا أو أنت بنسبة لنا نحن نقول لنا انزغم وانزغة منسبة أنتم نقول أويغم أويغم أويغة زي بأس كبيرة إغم إغم وإغة زي بأس صغيرة واناقول إغم إغم إغة كما قلنا إغم إغم إغة الآن سنعطي أمثلة على هذه الأشياء سنعطي هنا بكبوزيسيون وبالأفعال في الدرس السابق فأعطينا كثير من الأمثلة بالنسبة لأدوات الجر هنا أعطيت فقط الكثير ولكن فقط القليل الكثير هنا بالأفعال لأن في الدرس السابق أعطيت الكثير من الأمثلة بأدوات الجر يمكنكم الإطلع على الدرس السابق هنا بيشبيل كما قلنا كيهن يعطينا أيضا التاتيف هنا كما قلنا بفعل هلفن والتي يعطينا أيضا التاتيف هنا لايضا نيشت يعطيك الصداع أو يؤلمك وي هو يؤلمو يؤلمو به تون ما ينريكن توت ميه وكي دانك دير تخوط دم شكرا لك دانك ويعطينا أيضا كما قلنا التاتيف دانك دير هنا إنتشوليغون جهرت إلندس والفعل جهرن وكما قلت لكم لا أعرف باللغة العربية أعتدر وهو باللغة الألمانية أنتم ستفهمونه جهرت إلندس تعني هل هذا الشيء لكم هل هذا لك هناك فعل باللغة العربية لكنني نسيته جهرت إلندس لا لكنني أظن لكنني أظن هذا لزوجتي ماينا كما قلنا مع إش هنا كما تلاحظون هنا مع إش عندما يكون فامنين عندما يكون مؤمنت فنقول ماينا nein أبا إش دنك اعطي هذا الشيء لها كما قلنا في حرف الجر باي فعل فعل والذي يعطينا أيضا التاتيف أنا ينقصني شيء هنا قال له هل لديك كل شيء؟ قال لا بل ينقصني شيء آخر هنا ايش حاب نوخ كاينة انتفوت فون دي بيكمل فون كما قلنا ايضا حرف جر فون دي بيكمل أنا لم ليس لدي جواب من عندك أنا لم أحصل على جواب من عندك هنا سأله كنستو ميا بيتا انتفوتن هل تستطيع أن تجيبني كما قلنا انتفوتن أيضا يعطينا التاتيف كنستو ميا بيتا انتفوتن هنا vem gehört das Auto vem gehört das Auto لمن هذه السيارة gehören لمن هذه السيارة ver هنا ويكون ver ver هي من عندما تكون في النوميناتف وven عندما تكون في الأكوزاتف وven عندما تكون في الداتف هنا فعل gehören هو الذي أجبرنا على على كتابتها أو نطقها على حالة الزاتف بم gehir das Auto das Auto gehirt ماينام فاتر فاتر كما قلنا فهو مذكر والمذكر معي أنا أقول ماينام ماينام فاتر هنا Wo ist mein Handy Wo ist mein Handy هنا الجواب Dein Handy liegt auf dem Tisch Dein Handy liegt auf dem Tisch هاتفك موضوع على الطاولة على الطاولة auf dem Tisch هل تنصت إليه هل تنصت إليه يا إشهغ إينا هنا Z كما قلنا Z وأعطتنا في Z ستتكلم بطريقة رسمية السؤال كان أيضا بطريقة رسمية بZ اس كبيرة والجواب أيضا يا إشهغ إينا أنا أنصت إليكم هنا كما قلنا آآ فعل شمكن والذي آآ هو يتذوق أو آآ يتلدد أو ليس يتلدد عندما تأكل طعام ويكون طعام جيد بالنسبة إليك فنقول نعم هل هذا لذيذ بالنسبة إليك شمك تياتس هل هذا الطعام لذيذ هل تلددت في أكل هذا الطعام أو شيء آآ لا ستفهمون بالطبط ما هو هذا الفعل لأنني لا أعرفه 100% باللغة العربية لكن يعطي هذا المعنى هل هو لذيذ بالنسبة لك أو شيء آآ بنين 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 باللغة بالدريسة المغربية بنين شمك تياتس ناين ميا شمك تس أندغة بسا هنا قال له هل هذا يعجبك هذا الطعام أو هل هو لذيذ قال له لا لا لكن الآخر ألد الآخر هو لذيذ بالنسبة إليه أحسن أو أكثر هنا قال له يجب عليك التباعي كما قلنا أيضا يعطينا الثاتف فولغن إذن إخواني وأخواتي كان هذا هو درس اليوم كما لاحظتم أعطينا تعريف شامل حول الثاتف ما هو الثاتف وقلنا فهو يعتمد على أفعال معينة أو حرف جر هنا الأفعال التي تتعطينا الثاتف فهو 2 4 6 8 10 12 14 17 فعل يكون هناك أيضا أفعال قليلة جدا هذه الأفعال التي تستعمل دائما مع الثاتف هناك أفعال أخرى لكن قليلة جدا ولا تستعمل في اللغة الألمانية لهذا لم أريد أن أكتبها جميعها لأنها ستكون فقط طاولة ولا لا تفيد هنا حرف الجر التي تعطينا الثاتف هذه الحرف كما قلت لكم فهي دائما عندما تروها دائما ضاتف هنا بعض الحرف التي تعطينا في بعض الأحيان أيضا الأكوزاتف كما قلت لكم إذا كانت وجهة أنا متجه إلى المدرسة فهذه تعني وجهة وليس حالة حالة هي أنا في المدرسة لا يكون معها أي وجهة أو شيء من الأشياء هنا أعطينا الآتكل أدوات استعريف المعرفة وغير المعرفة في الثاتف وهنا أعطينا ضمائر وضمائر الملكية في الثاتف أيضا وهنا أعطينا بعض الأمثلة إذا كان هذا هو درسنا اليوم إخواني وأخواتي سنلتقي في درس درس مقبل إن شاء الله في درس مقبل سنلتقي مرة أخرى بدرس مهم من دروس سلسلة تعلم لغة ألمانية من السفر إلى الاحتراف أدعوكم إخواني وأخواتي إلى الاشتراك في القناة لتججعون على إعطاء الكثير من الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة